مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية طقس حار نسبي في الرياض أثناء النهار لكنه مهتدل أثناء الليل وأيضا هناك أمطار متفرقة متوقعة على المنطقة الشرقية وخاصة الشمالية الشرقية من المملكة مشاهدينا فاصل ونواصل مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرارة التي تمثل الأماكن الهطول نلاحظ أن هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية وخاصة الشمالية الشرقية من المملكة وبالذات منطقة حفر الباطن والمنطقة الشمالية الشرقية والشرقية بالقرب من الدمام أيضا الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة في الرياض درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الأحد أجواء حارة نسبيا أثناء النهار هناك احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا والعظمى المتوقعة 33 درجة مئوية بينما أثناء الليل أجواء لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 19 يوم الاثنين والثلاثة انخفاض تدريجي على درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء يوم الاثنين معتدلة أثناء النهار إلى حارة نسبيا لكنها لطيفة ليلا العظمى المتوقعة في الرياض 31 والصغرى 17 ويوم الثلاثة أجواء مشمسة ولطيفة في النهار وأيضا لطيفة بالليل لكنها تميل إلى البرود قليلا بعد منتصف الليل الثلاثة العظمى المتوقعة 27 والصغرى 16 درجة مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة المناطق الشمالية أجواء لطيفة بالنهار تميل إلى البرودة ليلا سكاكة 25-12 تبوغ 25-11 عرعر 25-11 درجة مئوية المنطقة الغربية أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا المدينة المنورة 30-14 مكة المكرمة 33-20 وجدة 30-19 والطائف لطيفة نهارا تميل قليلا إلى البرود أثناء الليل 25-15 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الغربية الباحة الباحة وأبهة هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر أبهة والعظمى المتوقعة 21 والصغرى 13 أجواء غائمة جزئيا الباحة العظمى المتوقعة 22 أجواء لطيفة أثناء النهار تميل قليلا إلى البرود أثناء الليل 22-14 وجزان أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا العظمى 30 والصغرى 25 درجة مئوية المنطقة الشرقية منطقة الدمام وحفر الباطن أجواء غائمة جزئيا فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا والأجواء في الدمام تقريبا معتدلة إلى غائمة جزئيا من حيث درجات الحرارة معتدلة لكن الحرارة العظمى المتوقعة 30 والصغرى 20 حفر الباطن 27 إلى 13 والإحساء أجواء معتدلة إلى حر نسبيا في النهار أيضا لطيفة بالليل 34 إلى 19 درجة مئوية ومشاهدين شكرا لمتابعتكم نترككم في أمان الله اشتركوا في القناة